هذا واستطلعت ورن نيوز أرى الموصليين بعد مرور عام كامل على فاجعة عرس الحمدانية حيث أبدوا استغرابهم من عدم محاكمة ريان الكلداني وشقيقه أسامة الكلداني بسبب تورطهما بفاجعة عرس الحمدانية نافتين إلى أن مرور عام على الفاجعة والتحرك الحكومي لمحاكمة المتورطين الحقيقيين معدوم أكدى الموصليون أن مطالبات أهالي ساهل نينوى وصلت للحكومة لطرد ميليشيا بابليون من مناطقهم لكنها لم تجد من يسمعها مبينين أنه بعد فاجعة الحمدانية وسعر يان الكلداني وأشقائه من نفوذهم في ساهل نينوى بمساعدة إيرانية كما أضافوا أن ميليشيا بابليون متورطة بتجير المسيحيين وسرقة ممتلكاتهم وفاجعة الحمدانية مكملة لممارساتها